السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرحب بكم أبناي وأتمنى أن تكونوا بخير الإنجار مرحبا بكم في الحصة الثالثة من درس القيوة والموجهة لتلابية السنة الثانية إعدادي في هذه الحصة نحاول نرى مجموعة من الخصائص نرى خمسة الخاصيات وهي من الخاصيات المهمة جدا هذه ضرورة تضبطها هذه الخاصيات إلا أنه إذا لم تضبطتها الخاصيات سوف تفهمها في الدرس القيوة نبدأ بالخاصية الأولى اللي كتقول لك عدد جدري غير منعدم أموأين عددا صحيحا طبيعيا أ أس أم مضروبة في أ أس أين تساوي أ أس أم زائد أعن يعني إلا كان عندنا إثنان مثلا أس ثلاثة في إثنان أس أربعة عندك جدا قوتي لهما نفس الأساس الأساس جوج جوج شنو كيساوي؟ كنحصاف ضبط الأساس وكنجمع الأسين بجوج إذا إثنان أس سبع المثال الموالي عدنا ثلاثة في خمسة أس إثنان مضروبة ثلاثة ثلاثة على خمسة أس سبع إذا الأس عدنا مختلف وعدنا نفس الأساس إذا كنحصاف ضبط الأساس وكنجمعه الأس العدد الأول زائد الأس العدد الثاني جوج زائد سبع إذا ثلاثة على خمسة جوج زائد سبع هي تسعود الحالة الأخيرة عدنا ناقص ثلاثة على جوج إذا نفس الأساس والأس مختلف إذا كنحصاف ضبط الأساس وكنجمعه الأسين بجوج في معه بعيرها لنخلق G ثلاثة على جوج الثالثة على جوج تسعود عدنا أربعة زائد أقص ما يتم تقر scene إذاً هي 4 ناقص 4 إذاً هي ناقص 3 على جوج 4 ناقص 4 هي الصفر وأي عدد الصفر يساوي 1 طبعاً الحال نحن نديرين هنا n و m عدداً صحيحاً طبعياً ولكن يمكن نطبق حتى في الحالة ديال عدداً صحيحاً نسبية يعني نفس النتيجة ما كيتغيروها القاعدة الثانية خارج قوتين لهما نفس الأساس في القاعدة اللولة شننا شو دا؟ دا بغا نشوفوه خارج إذاً a m على a n شلو كيساوي a m ناقص an يعني كنحتفظو بالأساس وكنديرو الفرق يعني الأس اللول ناقص الأس ديال عدد اللي كين في المرقم ناخده مثال إذن عدنا جو أس خمسة عدد جو أس ثلاثة إذن عدنا خارج قوتين لهما نفس الأساس إذن 2 أس خمسة ناقص الأس اللي كين ديال العدد اللي كين في المرقم إذن هي خمسة ناقص ثلاثة إذن 2 خمسة ناقص ثلاثة هي 2 الحالة الموالية عدنا 2 على 5 لكل أس سبعة مقصوم على 2 على 5 لكل أس إثنان إذن خارج قوتين لهما نفس الأساس إذن كين ساوي لنا واحد القوة عندها نفس الأساس وهناك ندلو الفرق ديال الأس سين إذن سبعة ناقص إثنان سبعة ناقص إثنان هي خمسة إذن 2 على 5 لكل أس خمسة القاعدة الموالية جو دائق قوتين لهما نفس الأس دابا نفس الأس الأساس مختلف إذن كانت تبرة واحد أواب بعددات جدريان غير مناعدمين إذن A أس أم مضربة في B أس أم تساوي A في B لكل أس أم 3 أس أربعة مضربة في 5 أس أربعة الأساس مختلف ولكن الأس متساوي إذن 3 في أربعة إذن كنا ندير الجداء ديال أس العدد اللول في العدد الثاني لكل أس أربعة إذن 3 في 5 هي خمسة أس أربعة المثال الموالية عندنا ناقص إثنان أس ثلاثة في خمسة أس ثلاثة إذن كنشوف بأنه عندي نفس الأس والأساس مختلف إذن كنطبق القاعدة أي الأس اللول العدد اللول مضرب في الأس العدد الثاني على الكل أس الأس أو الأس المشارك 3 إذن ناقص إثنان في خمسة هي ناقص عشرة الكل أس ثلاثة الحالة الموالية عندنا ناقص ثلاثة على خمسة لكل أس أربعة مضربة في خمسة على إثنان لكل أس أربعة يعني نفس الأس إذن قد نضربه الأساس لعدد اللول في الأساس لعدد الثاني الكل أس الأس المشارك إذن هنا قد نستوى الكتابة عندنا الإمكانية للاختزال بالعدد خمسة إذن كيف قالي ناقص ثلاثة على إثنان لكل أس أربعة القاعدة الموالية عندنا خارج قوتين لهم نفس الأس إذن شنال جوداء قوتين لهم نفس الأس دبا خارج إذن ماذا تقول القاعدة أس أم على بأس أم هي أعلى بي لكل أس أم إذن نخده مثال إذن ثلاثة أس إثنان على سبعة أس إثنان عندنا نفس الأس إذن كيساوي ثلاثة على سبعة يعني الخارج دي الأساس لعدد الأول على الأساس لعدد الثاني لكل أس الأس المشارك اللي هو إثنان نشوف فوق المثال الموالي إذن عندنا خارج عددين لهما نفس الأس إذن كنطبق القاعدة كيرجع لنا ناقص إثنان على ثلاثة على إثنان على خمسة هاتشي كامل أس لعدد خمسة أي الأس لمش صابك طبي الحال هات الكتابة غادي نبسطها شي شوية أنا كتبكر معي وحد القاعدة أشفق لكم بس وهي أعلى بي على السي لدي هاتشي تساوي أعلى بي مضروبة في مقلوب المقام يعني المقلوب ده هالي عدد اللي هنا هو الدالة على السي إذن هلا نطبقو هاد هاتشي تساوي الكتابة إذن عدنا نخليه الأقواص إذن ناقص إثنان على ثلاثة لما قام عدنا هو إثنان على خمسة إذن كنضربه في المقلوب دياله اللي هو خمسة على الجوج ولكلوس خمسة دائما كنشوفهش عندي لإمكانية الاختزال أو ما عنديش طبيعية الحال عددنا عددنا إثنان وإثنان كتبشي كيف قادنا إذن كسبقالي هاد الناقص دهنا ناقص خمسة يعني ناقص واحد خمسة هي ناقص واحد خمسة ناقص خمسة وفي المقام كسبقالي لنا ثلاثة الشي كامل أس خمسة أخير حالا عددنا ناقص خمسة على السبعة على 5 على 7 طبيعة الحال إذن عدنا نفس الأس إذن نطبق عليه القائدة إذن هو ناقص 5 على 7 على 5 على 7 هشي كامل الأس 2 نستقيم هذا في عدد الأول إذن نضربه البسط في المقلوب دي المقام إذن ناقص 5 على 7 في المقلوب دي المقام لهو 7 على 5 لكل أس 2 إذن نتابعوا معنا مزيان هنا عدنا الإمكانية دي الاختزال عندي السبعة كتبشي مع السبعة والخمسة كتبشي مع الخمسة إذن أش كيبقى للداخل كيبقى أنه فقط ناقص واحد الكل وثثثة اثنان وناقص 1 أس 2 رهية 1 لأنه 2 عدد زوجي إذن هو 1 أس 2 و 1 أس 2 رهية 1 آخر علاقة عدنا قوة قوة إذن A عدد جدري غير منعدين موئين عدد صحيحا طبيعيا A أس M لكل أس N تساوي A أس M فعن إذن عددنا 3 أس 5 هالشي كامل أس 2 إذن يساوي 3 و نضرب 5 في 2 أي يساوي 3 أس 10 المثال الموالي عددنا ناقص 1 على 4 لكل أس 2 هالشي كامل أس 7 إذن هو ناقص 1 على 4 2 في 7 أي ناقص 1 على 4 أس 14 إذن وصلنا لنهاية الفيديو التالت نلتقى إن شاء الله في الفيديو الرابع مع التسمى دي الدرس القوة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر